الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونستغفره ولا نكفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وردي الله على جميع الصحابة والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين يا رب العالمين عباد الله الله سبحانه عز وجل يخبرنا في القرآن الكريم يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا الخبر اليقيني من القرآن الكريم يضعنا أمام تكريم في أعلى صوره للإنسان يعني هذه الآية كتضعنا قدام يعني قدم كرم كبير جدا كرم الله به الإنسان هذا المخلوق اللي هو يفسد في الأرض ويسفك الدماء لكنه ووهب سر المعرفة كما ووهب سر الإرادة المستقلة اللي تختار الطريق وترتقي إلى العلا بالتعلم والتعليم لأن هذا الإنسان رغم أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء لكن قادر يتعلم ويعلم وقادر يتخذ القرار اللي ينسه طلب العلم من أجل معرفة ما ينبغي فعله أو الالتزام به قيمة الإيمان الذي يجعل السلوك الأخلاقي يتطابق مع ما جاء به العلم قيمة الحق باعتباره قانون الكون الأسمى قيمة اتباع الدين اللي رب تبارك وتعالى ارتضاه لعباده منهج منهج هداية لمعرفة الله الخالق قيمة تحمل آثار المسؤولية الشخصية الأخلاقية تجاه نفسه وتجاه الأسرة وتجاه الوطن والإنسانية للجمعاء قيمة لهذا هذا الإنسان لأجل هذا كان قادرا أن يخلف ويستخلف يعني يأتي بعد أجيال وتأتي أجيال بعده كما يقول الله سبحانه عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقادر يتعايش مع الآخرين ويتعرف عليهم كما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف الله تبارك وتعالى سخر له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض حتى يقوم بالمهمة ذياله ويستعمل إرادته في الطريق الصحيح ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لأن هذا الإنسان مزدوج الطبيعة لأن هذا الإنسان ما دم أنه يعني يفسد بالأرض ويسيك الدماء ولكن قادر يتعلم وعنده إرادة فهو مزدوج الطبيعة يعني مزدوج طبيعة اللي جعلوا أنه يمكن له أن يختار ويمكن له أن يتحمل ويمكن له أن يقرر ويمكن له يقوم بالأمانة اللي كلفوا الله بها ولذلك ربي عز وجل يخبر هذا الإنسان ويقول له ونفس وما سواها اللي سواها هو الله يعني اللي خلقها هو الله فألهمها فجورها وتقوى النفس هو الإنسان خلق الله هذا الإنسان فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها إذن الإنسان هو الذي ينجح نفسه أو يفشل نفسه لهذا هو في حاجة إلى منظومة قيم إلى منظومة قيم محكمة النسيج مترابطة الحلقات تقوم على أركان ثابتة من القرآن الكريم وسنة النبوية لا تتغير بتغير صروف الظهر ولكنها تتجاوب مع المتغيرات من دون أن تفقد شوهرها وأصالتها ومشروعيتها لا تتطور مع تطور حياة الأفراد والجماعات لكنها تتفاعل مع التحولات التي تطرأ على حياة الإنسان وتتكيف مع المتطلبات لتوجيهه نحو الأفضل وترشيد مصاره هذه المنظومة لا تفقد خصائصها ولا تتراجع قيمتها ولا تبلى مع الزمن لأنها قيم جوهرية ثابتة مستقرة جاء بها الوحي الإلهي القرآن وتجسمت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أجل هذه الحيوية بين الثبات والمرونة بين الثبات والتأقلم بين الثبات والتفاعل هذه الحيوية من أجل هذا أنعم الله على الإنسان بالشريعة التي تبين الأحكام العملية وترشد إليها من حيث كونها يجب أن تطاع فهي دين ومن حيث كونها تدون وتكتب فهي ملة ومن حيث كونها شرعت للمؤمنين فهي شريعة يقول الحق سبحانه ثم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الديانة الإسلامية بكل تفاصيلها عبارة عن نظام كامل قائم على إصلاح الفرد والجماعة هذا الدين بشريعته بكل قيمه هو عبارة عن نظام كامل قائم على إصلاح الفرد وإصلاح الجماعة ويدمن التعايش في ظل العدل والإنصاف والمساوى والتضامن هذه الديانة تضيق وتتسع بحسب ضيق مجال الحياة واتساعها وجمودها أو تطورها لكن هذه الديانة في جميع الأحوال تظل تحافظ على ذاتيتها ومنطقها العام فالحرص على ضرع المفاسد وجلب المصالح الديانة الإسلامية لها بعد أخلاقي وديني تكون بمقتضاه مراقبة من لدن ضمير الإنسان المؤمن نفسه ومن لدن الواضع الأسمى لها وهو الله تعالى رب العالمين العامل الأخلاقي الذي يلابس تطبيق تعاليم الإسلامي العامل الإخلاقي الذي ينتج عن تطبيق تعاليم الإسلامي هو من أعظم مزاياه لأنه يجعل من أحكمها أمان ملقى على ضمير المخاطبين به وفي هذا يقول الحق جل جلاله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا ولو ألقى معاذيرا ففي العبادات لا رقيب للمؤمن على سلوكه إلا نفسه بعد خالقه وفي المعاملات يظل ضمير المسلم رقيبا عليه في الأخذ والعطاء وفي الأداء لواجبه وفي الإنصاف من نفسه لأن حقوق الغير من حقوق الله تعالى وفي هذا ورد لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقادي الأمة يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختسمون إلي يعني أنكم كجوت تشكوا عندي يعني ترفعون دعوة عندي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض واحد فيكم يكون يعرف يهضر أحسن من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع منه فأحكم لهذا الذي يعرف يهضر بناء على ما سمعت منه هذا الآن إلى الآن كلام السليم لكن ما المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق أخيه شيئا يعني إذا أنا أنت كنت تعرف تهضر بشكل جيد وحكمت لك بناء على كلامك والقرائن اللي جيت بها وأنت تعلم أن الذي أعطيته إليك لا تستحقه فإن أخذته فإنك أخذت قطعة من النار لأن ضميرك أكثر من حكم القادي ضميرك أكثر من حكم القادي لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار هذا الحديث يبين أن حكم القادي نفسه لا يمرئ ذمة الإنسان لا يمرئ ذمة الإنسان من حق الإنسان كما أن من مزايا هذا البعد الأخلاقي والديني للديانة الإسلامية أن يتساوى أمامها الجميع مهما كانت ما كانت ومهما كان منصب بين الناس وفي الختام أقول إخواني أخواتي الديانة الإسلامية بالنسبة للإنسان المؤمن هي إطار هويته وهي ملاك الحفاظ على شخصيته والحفاظ عليها كالحفاظ على الاستقلال الذاتي له والتشكيك في هذه الديانة بالنسبة للمؤمن بها كالتشكيك في الاستقلال الذاتي لنفسه لذا فلا بد أن نحترم الآخرين ويحترمنا الآخرون ولا بد أن نحترم معتقدات الآخرين ويحترمنا الآخرون لأن الإنسان لا يمكن أن تمسه فيما يعتقد وفيما يؤمن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم